ازايكم وعملين ايه وحشتوني اول حاجة عاوز اقول لكم عليها ان ما فيش حد افل لي اللايف بتاعي اللايف بتاعي تقفل لان قلت جملة كانت الجملة دي يعني ممكن يتقفل عليها اللايف يعني جملة يعني اعتبروها شتيمة يعني هي بالشتيمة ولكن تيك توك اعتبر انها انتهاك في اللايف يعني اما الموضوع بتاعي فهو التلزز بناس عندهم تلزز بتعذيب الاخرين لو نفتكر زمان وحنا صغيرين كنا نشوفوا طفل ماسك قطة بيعزف فيها نلاقي واحد كبير في السن ماسك كلب يولع في ديله يعني تعذيب الاخرين ده تلزز وده مرض موجود ومنتشر جدا عندنا في مصر يعني انا هبتكلم بالنسبة للمصر مليش دعوه ببيت البلاد يعني وده واضح ومؤكد انه موجود على التيك توك التلزز والمتعة في ان انسان يفضل يقول جمل عشان يدايق فيها انسان تاني ويتلزز بمضايقة الاخرين وبالذات لما يكون شخص ناجح فالشخص اللي بيش ناجح او الفاشل يتلزز يعني عنده استمتاع ولو الشخص نفسه ما تنرفس مثلا هو بيكتب جمل ويكتب اهانات ويكتب حاجات ويدور على حاجة تنرفس الشخص اللي قاعد على اللايف فالشخص اللي قاعد على اللايف ما يتنرفس الشخص اللي بيكتب يتدايق يصمم مصمم على مضايقة الشخص دوت يعني لو الانسان مثلا او انا ما تدايقتش واحد حاطت صورة اهانة ليا فانا سبته مصمم على ان انا اتدايق فانا ما بتدايقش يفضل لا مش يعني ما بيقس يعني يفضل مصمم وحاطت في الاعتبار اني لازم مش هسيبه لما يتعصب وديت قالتلي كزا مرة وانا على اللايف انا مش هسيبك هفضل وراك تلغات لما ادايقك يعني سيبكم من الصفحة اللايف او بتاعها مش مشكلة ده ممكن اتفتح بكرة اتفتح بعد بكرة يعني الموضوع بسيط مش مشكلة ده الصفحة الصفحة موجودة هو اللايف بس اللي انا كنت السبب فيه وما فيش حد اقفلولي ولا حاجة وده تلاحظوه لما انا مثلا بتكلم بقول لكم انا عندي حساب احتياطي خشوا فيه عشان تعملوا فيه اضافات هتلاقوا حد جوه بيتحك بيتلزز تخيلوا فيه انسان يتلزز بمضايقة الاخرين طب هل الانسان ده مريض اه مريض هل له علاج انا شايف انه مالوش علاج يعني هو مالوش علاج مضمن انه يتلزز ولو الانسان ما تدايقش يتعصب ويتدايق يهينه اكتر ويصمم يعني ممكن يقعد حياته كلها متضمرة بسبب ان اللي هو نفسه ينرفز واحد مش عارف ينرفزه تخيلوا يعني ممكن انا لو انا ما تنرفزتش يعني يتعذب يعني الشخص دوت يتعذب فعلا ما ينامش بالليل ويفضل يحلم بالشخص اللي هو ما عصبهوش وبالذات بقى يلاقي واحد كبير في السن اه ممكن يعصبه واحدة كبيرة في السن يهينها اهانات اه تلزز متعة عارفين المخدرات مضمن مضمن متعة تلزز مضاكة الاخرين هتقول لي طب ايه سببه والله انا مش عارف انا انا حطيت اربع حاجات اه منهم الحسد والغيرة غيران وحسد الشخص وغيران منه والنوع التاني اللي هو الفاشل فاشل فاش قادر يعمل زي الشخص اللي موجود للناجح اللي الناس بتدعمه كل ما الناس تدعمه يتغاز اكتر وكل ما الناس تحبه يتغاز اكتر يبقى النوع التاني فاشل النوع التالت اللي هو المرض النفسي والعقلي انا انا بعتبر ان ده مرض نفسي وعقلي مالوش علاد اما النوع الرابع وده نوع اخير انه هو التربية نفسها متربي على كده متربي على ام وابو عندهم مشاكل سابوه فعنده مشاكل نفسية يعني ده خلف برضه امور نفسية بس فانا بس طالع لكم انه انا ولا متدايق ولا متعصب ولا اي حاجة انا بس طالع لكم انه انا عندي حساب تاني مكتوب عليه ارط و ارشاك وجنبه الحساب الاحتياطي لو يحب بحد يخش يعمل اضافة لو اعرفنا نكمل معرفناش هنتظر ارتاح شوية هنتظر شوية هخش جستات ولكن هرتاح شوية والحساب كده وكده هيفتح فاضل يومين او ثلاثة يام اه ناخد نعتبرها اجازة اه ملوكية ماشي نشوفكم على خير ان شاء الله اه وهنرجع تاني ومحدش يفتكر ان في حد هو اللي افلي الحساب لا الحساب انا السبب فيه لان قلت على اللايف جمل ما كنتش عارف ان الجمل دات هي بالشتيمة بس ما كنتش عارف ان الجمل دي بيعتبروها انتهاك اه على اللايف يلا هشوفكم على خير باذن مع السلامة اشتركوا في القناة